السياسية الآن أفدت مصادر رسمية لقناة نوميديا أن رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح سيلقي خطابا للأمة في الساعات المقبلة عبر التلفزيون الجزائري خطاب بن صالح وفق نفس المصادر سيتضمن آليات الحوار الذي أعلن عنه في وقت سابق كما سيحدد بدقة صلاحيات السلطة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية وليس واضحا إن كان بن صالح سيعلن عن تاريخ جديد للرئاسيات أم سينتظر نتائج جولات الحوار مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني